السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس ورياض الوطن العربي طلاب الصف العاشر المادة الكيميام نحن بلشنا في الحديث من كذا حصة سابقة عن الكيميا العضوية حكينا عن الكيميا العضوية في كل بداية فيديو بعرض لك مراجعة للمركبات العضوية حكينا المركبات العضوية اللي هي الناتجة من اتحاد الكاربون مع الهايدروجين حكينا أيضا أن المركبات العضوية إما بتكون أليفاتية وأروماتية وإحنا اختصرنا في الحديث عن المركبات الهايدروكاربونية حكينا أنه في عنا هيدروكاربونات مشبعة على وهي الألكانات وصلنا حسين بنوخد عن الألكانات قلتلك اليوم حنبلش نوخد أشياء أخرى غير الألكانات أشياء أخرى غير المشبعة ألا وهي الهايدروكاربونات غير المشبعة لما نحكي غير المشبعة معناته أنا في عندي ذرة الكاربون بتكون رابطة ثنائية أو رابطة ثلاثية زي مين؟ زي الألكينات والألكاينات اليوم بدنا نبلش في حديثنا عن الألكينات أوكي؟ إذن في البداية هون الألكينات ماذا نقصد بالألكينات؟ هي مركبات هايدروكاربونية غير مشبعة تتميز بإحتوائها على رابطة ثنائية شي يعني غير مشبعة؟ غير مشبعة يعني ذرة الكاربون في الألكينات نحنا متعودين فيها ذرة الكاربون بتكون عندي أربع روابط وحادية هداك الحكي وين؟ في الألكانات أوكي؟ لكن لما عندها الحديث فيه عن الألكينات ذرة الكاربون بتكون عندي رابطة شو ما لها رابطة؟ ثنائية لما تكون عندي ذرة الكاربون محاطة بأربع ذرات أحادية بغض النظر هون في عندك هايدروكاربون ولا في عندك كاربون هاي بحكي عنها مشبعة لكن ذرة الكاربون لما تكون محاطة بهذا الشكل تكون مرتبطة عفوا برابطة ثنائية أنا هون شو بحكي عنها؟ بحكي عنها غير مشبعة بتكون ما وصلت عندي لدرجة التشبع بذرات الكاربون بذرات الهايدروجين إذا لما بدي أحكي غير مشبعة يعني أنا في عندي رابطة ثنائية أو وجود رابطة ثلاثية بس إحنا الرابطة الثلاثية مناش نحكي عنها اليوم؟ اليوم نختص في الألكينات رابطة ثنائية بين ذرتين كاربون في المركب طبعا لما نحكي لك ذرتين كاربون في المركب يجب أن يكون ذرتين الكاربون متتاليات لأن الرابطة الثنائية هي تنشأ بين ذرات الكاربون لا تنشأ بين ذرة الكاربون وذرة الهايدروجين ذرة الهايدروجين علشان توصل الاستقرار بحاجة أن تكون رابطة واحدة فقط لكن لما بدي أحكي عن ذرة الكاربون هي بحاجة أن تكون أربع روابط فذرة الكاربون عندها إمكانية الخيار إما بتكون رابطة أحدية أو ثنائية أو ثلاثية الصيغة العامة للألكين CNH2N لاحظ بأنه أنا عندي هون عدد ذرات الهايدروجين هي ضعف عدد ذرات الكاربون نظراً لوجود الرابطة الثنائية اسم الألكين يتكون عندي من مقطعين شو هم من المقطعين؟ ألكين ألك وإين الإين هاي بتدل عندي على حالة التشبع تدل الإين على وجود رابطة ثنائية الإين يعني أنا في عندي رابطة ثنائية إذا لما نحكي لك الكين تتذكر الجدول الدوري تبع المركبات العضوية اللي أخذناها المرة الماضية حكينا ميثان إيثان بروبان بيوتان بنتان هلأ بطل آن على وز الألكان هلأ بدي أشوف إشي مناظر للألكين لما أحكي لك ألكين يعني إيثين يعني بروبين يعني بنتين يعني هكسين وهكذا كيف يعني يا ميس؟ يعني كالتالي يعني لو قلتلك عدد أن شو هي أن؟ هي عدد ذرات إيش؟ الكاربون أن لو قلتلك عدد ذرات الكاربون عندي تنين أوكي؟ شو الصيغة الجزائية للألكين يلي عدد ذرات الكاربون في تنين؟ نطبق على القاعدة القاعدة بتحكي لي سي أن أتش تو أن أوكي؟ يعني سي تو لأنه أنا عندي أن تنين أتش إيش؟ تنين في تنين أربعة إذن أتش فور سي تو أتش فور شو اسمه هاد؟ نحن حفظين مي ثان إي ثان رقم تنين شو اسمه؟ إي عفوا خلينا أكتب لك إيها بلون إي إي إيش إي ثين ليش حكيت إي ثين؟ لأن هون أنا بحكي على الكين أنا بحكي على مركب هيدرو كاربوني غير مشبع بيجي واحد بحكي لي طب يا مثلش بلشت في عدد ذرات الكاربون تنين ليه ما حكي؟ لما ندحكي على المي ثان اللي هي عدد ذرات الكاربون فيها بتساوي عندي واحد يلي هو المي ثان يلي هو أصغر الكان يلي هو سي أتش فور أوكي؟ لاحظ بأنه أنا عندي كم من ذرة كاربون؟ أنا عندي ذرة كاربون واحدة ذرة كاربون واحدة مع أربع ذرات هيدروجين أنا عندما أتحدث عن الألكين ألكين يعني وجود رابطة ثنائية بالمي ثان لا يوجد نظير للألكين مناظر للمي ثان لا يوجد ليه؟ لأنه وجود الرابطة الثنائية يستدعي على الأقل وجود ذرتين كاربون متتاليات بينما في المي ثان لا يوجد عندي سوى ذرة كاربون واحدة هل من المعقول أنه ذرة الكاربون تعمل عندي رابطة ثنائية مع الهيدروجين؟ أكيد لا لأنه ذرة الهيدروجين لا تمتلك غير إلكترون واحد فقط هذا الإلكترون من ذرة الهيدروجين مع إلكترون من ذرة الكاربون بيكون عندي هاي الرابطة الأحادية لكن عندما أتحدث عن رابطة ثنائية ذرة الكاربون بتشارك بإلكترونين والهيدروجين لا يشارك سوى بإلكترون واحد إذن لا يوجد ألكين مناظر للميثان إذن أول ألكين أو أصغر ألكين أنا بحكي عنه يلي هو مين؟ يلي هو الإيثين طيب كمل لما يكون عندي عدد ذرات الكاربون ثلاثة عدد ذرات الكاربون ثلاثة شو الصيغة الجزائية لإله حتكون؟ للألكين حتكون سي أن أتش تو أن طبق سي ثري أتش ثلاثة باتنين ستة أتش سيكس شو اسمه هاد؟ ميثان إيثان إحنا هيك حفظينهم هلا بطل إيش اسمهم أنصارين لكن خليك زي ما حفظناه إحنا المرة الماضية ميثان إيثان بروبان رقم ثلاثة هو بروبان لكن أنا هون شو بحكي؟ بحكي عن الألكين يعني اسمه بروبين شو اسمه؟ بروبين أوكي؟ نكمل لما يكون عندي عدد ذرات الكاربون أربعة يعني سي فور طبق على القاعدة على الصيغة العامة للألكين سي فور هي السي فور أتش تنين في أربعة تمانية أتش ايت ميثان إيثان بروبان رقم أربعة شو؟ بيوتان هو هون على وزن الألكين يعني بيو ت بيوت وحالة التشبع إيين بيوتين أوكي؟ لما أنا بدي أحكي عن الصيغة الجزائية للألكينات بيكون عندي منبلش بإيثين بروبين بيوتين بنتين هكسين هبتين أكتين نونين وديكين والصيغة الجزائية لإلهم كلهم تطبيقاً على الصيغة العامة أوكي شباب وصبايا همنا؟ لاحظ يعني اللي دارس معي أول بأول المادة الألكينات حيلاقيها يعني خلص المادة صارت سهلة بالنسبة لإله طيب خلينا نحل أسئلة بيحكي للسؤال الأول ما الصيغة الجزائية لألكين يحتوي عشر درات هايدروجين أول إشي علشان أحيل بحكي الصيغة العامة للألكين شو هي؟ سي أن أتش تو أن أوكي؟ طبق أنا عندي عشر درات هايدروجين يعني هاي عندي قديش هاي؟ تو أن عندي عشرة أوكي؟ بطبقها تعني بحل مسألة عادي مسألة رياضيات أوكي؟ بحكي تو أن شو بدي يساوي؟ عشرة أنا بدي أن لحالها أنا بدي عديد ذرات الكاربون لحالها بقسم مع معامل أن يلي هو شو؟ تنين وهوني عتنين أن شو طلعت عندي؟ تنين مع تنين بتروح عشرة تقسيم تنين قدي خمسة إذن الصيغة العامة هتكون عندي كالتالي سي الصيغة الجزائية عفوا للألكيني اللي بيحتبع على عشر درات هاي دروجين رح يكون كالتالي سي أن أن أدي خمسة أتش أديش أتش تن هذا هو الجواب أوكي ماما؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده بحكي بالسؤال ما الصيغة الجزائية؟ لألكين يحتوي عشر درات كاربون برضو بحكي الصيغة أنا عارف أني أنا كتبها فوق وبدي أكررها مع كل سؤال عبين ما تحفظها للألكين يساوي سي أن أتش تو أن هو شو بيقول لي عشر درات كاربون يعني هاي عندي أديش عندي عشرة تطبيق مباشر سي عشرة أتش تنين بعشرة أديش عشرين أوكي؟ يعني سي تن أتش هلا أي المركبات الآتية يعد من الألكينات أي المركبات الآتية يعد من الألكينات ألكينات أوكي؟ أنا الصيغة العامة للألكينات هايها سي أن أتش تو أن أوكي؟ أو أقول لها دعونا نكتبها هون هاي الصيغة العامة كمان مرة للألكين أدي شو هي؟ سي أن أتش تو أن أوكي؟ نيجي للأولى اللي هي سي ثري طبق على الصيغة العامة سي ثري أتش تلاتة باتنين أدي ستة سي ثري أتش سكس إذن هل هاي تعتبر الكين نعم كمل سي فايف أتش تول خمسة هيكمل سي خمسة أتش خمسة باتنين أدي عشرة أنا شو في عندي هون اتناعش إذن هل هذا يمثل الكين؟ كمل سي سي أتش سبعة باتنين أربعة أتش أنا شو في عندي هون ستة عش هل هذا يمثل الكين؟ لا لبعده سي ناين أتش تنين في تسعة قديش؟ تمنطعش شو في عندي هون؟ تمنطعش إذن هل هذا يمثل الكين؟ طبعا لاحظ أسئلة سهلة بسيطة نيجي للسؤال الرابع بحكيلي أرسم الصيغة البنائية لكل من للتذكير بالصيغة البنائية والصيغة الجزائية اللي المرة الماضية أخذنا بأدقة تفاصيل هيوها هاي الورقة من حصة المرة الماضية شو الصيغة الجزائية؟ هي الصيغة بتوضح العدد الفعلي لكل نوع من أنواع الذرات في المركب يعني هاي صيغة شو؟ صيغة جزائية فيها كم عدد ذرات الكاربون؟ كم عدد ذرات الهايدروجين؟ وأساساً شو نوع الذرات المكونة للمركب؟ بينما الصيغة البنائية هي تعبير بالرموز عن المركب بتبين نوع الذرات وعددها وكيفية توزيعها أوكي؟ المرة الماضية فرقنا ما بين كل من المفهومين الجزائية والبنائية طيب السؤال بحكيه لأرسم الصيغة البنائية لكل من الإثين الإثين أنا حافظ ميثان إثان إثين يعني كاربون نمبر تو أوكي؟ إثين طبق على الصيغة العامة طبق على الصيغة العامة سي تو أتش طلع لأوش الصيغة الجزائية؟ بعدين نرسم الصيغة البنائية إثين سي تو أتش تنين في تنين أربعة أوكي؟ أوكي هلا بنطلع الصيغة البنائية يعني كيف شكلها؟ كيف؟ توزيعها لهاي الهيدروجينات لهاي الكاربونات كم ذرة كاربون عندي؟ تنتين هاي وحدة؟ وهي شو؟ وهي الثانية؟ أنا بحكي على إثين الكين يعني نوع الرابطة بين ذرات الكاربون شو حتكون عندي؟ ثنائية كم ذرة هاي إدروجين عندي؟ أربعة هاي علشان تستقر أساساً بحاجة أن تكون أربعة روابط هاي واحدة هاي تنتين وهاي تلاتة هاي أربعة كذلك الأمر على هاي مكوني عندي هون رابطين بحاجة أن تكون أربعة روابط هاي الثالثة وهاي الرابعة أوكي؟ بإمكاني أكتبها أيضاً بصورة أخرى بإمكاني أكتبها سي أتش تو دبل بوند هون سي أتش تو أوكي؟ طيب نيجي للبروبين للبروبين أول إشي شو الصيغة العامة للبروبين خليني أحط غط شو الصيغة العامة للبروبين ميثان إيثان بروبان بروبان رقم شو؟ رقم ثلاثة يعني سي ثري أتش ثلاثة باتنين ستة أتش سكس أوكي ماما؟ هلا بدي أطلع إيش؟ الصيغة البنائية كم ذرت كاربون عندي؟ ثلاثة هاي ذرة الكاربون الأولى هاي حط رابطة ذرة الكاربون الثانية هاي ذرة الكاربون الثالث لاحظ أنا حطيت رابطة أحدية أنا بحكي عن البروبين دغري بروح بحط رابطة شو؟ رابطة ثنائية لازم أحط رابطة ثنائية بين الأولى والتانية أو بين التانية والتالتة ما بتفرق معاي أوكي؟ هلا أوزع الهيدروجينات الكاربون الأولى بحاجة لأربع روابط علشان تستقر هاي واحدة هاي تنتين هاي تالتة مع الهيدروجين هاي رابعة مع الهيدروجين الكاربون يلي جاي في منتصف المركب من هون مرتبطة مع الكاربون الطرفي الأولى برابطة ثنائية ومرتبطة مع الكاربون الطرفي الثانية برابطة أحدية كم عاد الروابط لمكونيتها ذرة الكاربون واحدة انتين تلاتة هي عشان تستقر بحاجة أن تكون عندي شو ذرة هايدروجين واحدة رابطة مع ذرة الهايدروجين لو قلت لك كم أو شنوع الروابط لمكونيتها ذرة الكاربون يبدأك تحكيه لمكونة رابطة ثنائية مع هاي الكاربون ومكونة رابطة وحادية مع الكاربون الثانية ومكونة رابطة وحادية أخرى مع ذرة الهايدروجين نيجي للكربون الأخيرة هي عشان تستقر بحاجة لأربع روابط هاي الأولى إذن هي بحاجة لثلاث ذرات من الهايدروجين إذن بروبين سي ثري أتش سيكس هيدروجين ستة هاي واحدة تنتين تلاتة أربعة خمسة ستة بيجي واحد بيحكيلي طب يا مس ليش انتي حطيتي ذرة الرابط الثنائيم على خليني أرقم لك إياها أسهل واحد تنين ثلاثة ليش حطيتي الرابط الثنائية بين الأولى وبين الثانية طب ليش ما حطتيها بين الثانية وبين الثالثة يعني زي هيك أنا عندي هاي الكاربون الأولى بدياني أحط هون رابطة وحادية وهاي الكاربون الثانية هون بدياني أحط رابطة إيش ثلاثية وزع الرابطة ثنائية وزع الهيدروجينات هاي علشان تستقر بيدها هيدروجيني هون وهيدروجيني هون هيدروجيني هون ثلاث هيدروجينات مع الرابطة مع الكاربون الرابطة المكونيتها مع ذرة الكاربون التي تليها بيصير في عندي أربع روابط نيجي لذرة الكاربون الثانية هاي هون واحدة هاي هون تانية التالتة وهاي هون الرابعة استقرت استقرت نيجي لآخر ذرة كاربون مكوني عندي رابطة ثنائية هاي الثالثة وهي إيش الرابعة ست كربونات ست كربونات لو من أجي بدي أعد هون بحكي هاي الرابطة الأولى هاي الرابطة عفوا هاي الكربون الأولى هاي الكربون الثانية هاي الكربون الثالثة أنا بعد من الجهة الأقرب إلى الرابطة الثنائية يعني هون ببلش أعد من اليمين للشمال ببلش أعد من الجهة الأقرب إلى الرابطة الثنائية واحد تنين تلاتة هون ببلش أعد من الجهة الأقرب إلى الرابطة الثنائية ببلش من مين؟ من الشمال واحد تنين تلاتة لاحظ هون أين تقع الرابطة الثنائية على ذرة الكاربون أيش؟ الأولى والثانية بين الأولى وبين الثانية هون تقع عندي ذرة الكاربون برضو ما بين ذرة الكاربون الأولى والثانية أوكي لاحظ هل هاي زي هاي نفس الشي ولا اختلفوا بشغلة هاي نفسها هاي لو بدي اجي اكتبها بصورة مختصرة هاي بحكي كالتالي CH3 ايه عفوا 2 CH2 double bond CH و CH3 لو اجي هاي برضو بدي اكتبها بالصيغة مختصرة CH3 وهون CH هون double bond وكم من carbon عندي هون CH2 اوكي هون موقع الرابطة الثنائية من اليمين عفوا من اليمين ومن الشمال نفس الشي معناته عندي هون نفس المركب هل هذول بيشكلوا عندي متصاوغ اخذنا طبعا نحن مفهوم التصاوغ المرة الماضية هل بيشكلوا عندي متصاوغات لا شو يعني متصاوغات اذكرك هي متصاوغات بتحمل عندي نفس الصيغة الجزائية لكن بصيغة بنائية مختلفة لكن هاي نفسها هاي اوكي اذا اللوحظ البروبين الو شكل واحد الاثين عفوا الو شكل واحد الو صيغة بنائية واحدة البروبين الو برضو صيغة بنائية واحدة اوكي نيجي هلأ نشوف نجرب البيوتين البيوتين ميثان ايثان بروبان بيوتان يعني البيوتان او ايش قبل ما اكتب بحكي الصيغة العامة بما انو بيحكي البيوتين معناته لامين للألكين للألكين هيك شو رح تكون سي ان اتش تو ان بيوتين هو رقم شو رقم اربعة يعني سي فور اتش اربعة باتنين قدي تمانية هاي شو هاي هاي الصيغة الجزيئية هو شو بده السؤال بده الصيغة البنائية طب كم عدد ذرات الكاربون اربعة هاي الاولى هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة بيوتين بيوتين يعني عندي رابطة ثنائية هاي هاي حطت رابطة ثنائية بين ذرات الكاربون الاولى والثانية هاي الثالثة وهاي الرابعة حط الهيدروجينات ذرات الكاربون الاولى بحاجة لهيدروجينتين علشان تستقر ذرة الكاربون الثانية بحاجة لهيدروجينة واحدة ذرة الكاربون الثالثة بحاجة لهيدروجينتين شان واحد تنين تلاتة اربعة اربعة روابط اربعة روابط استقرت استقرت الكاربون رقم اربعة هاي رابطة هاي رابطين هاي تلاتة هاي ايش اربعة عدهم واحد تنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية طيب بيجي حدا بيحكيلي انا ما بدي اياها هيك. طبعا لاحظ هاي سلسلة سلسلة متصلة مستمرة. اوكي بيجي حدا بيحكيلي انا ما بدي اياها بين الاولى وبين التانية. انا بدي اياها بين التانية والتالتة. شو هي? اللي هي ذرة عفوا الرابطة الثنائية. حاضر. هاي. ذرة الكاربون الأولى هاي ذرة الكاربون الثانية هون بدي أحط رابطة ثنائية بعد الرابطة الثلاثية هلأ حط هاي بدها ثلاث هيدروجينات لكي تستقر الثانية بدها هيدروجينة واحدة الثالثة بدها هيدروجينة واحدة كيف اختلف معي الموضوع كيف اختلف عندي ذرات الهايدروجين توزيعها ذرة الكاربون الأولى بدها ثلاث ذرات هيدروجين بها الرابطة ذرة الكاربون الثانية رابطين تلاتة معنا تلابد من وجود ذرة كاربون الرابعة هاي اول رابطة هاي ثاني رابطة هاي الثالثة وهي الرابعة عد هيدروجيناتك واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هل هاي زي هاي لا هون عندي درة الكاربون اي عفوا هون عندي الرابطة الثنائية بين الكاربون نفس هاي ابدا هاي بتمثل عندي صيغة بنائية وهاي بتمثل عندي صيغة بنائية اخرى اوكي هاي سلسلة مستمرة وهاي ايضا سلسلة مستمرة لكن هاي مختلفة عن هاي إذا احنا شو منستنتهي؟ منستنتج بانه اختلاف موقع الرابطة الثنائية اوكي؟ يشكل لدينا متصاوغات اوكي؟ المتصاوغات مش بالضروري وجود تفرع يعني انا في عندي تصاوغ لاحظ هون هاي سلسلة مستمرة وهاي ايضا سلسلة مستمرة لسا لها ما رسم التفرعات لهم اوكي؟ لكن بما انه عندي الرابطة الثنائية تغير موقعها في كل من السلسلتين في كل من الصيغتين البنائيتين اذا هاي بتمثل عندي متصاوغ وهاي بتمثل عندي تصاوغ اخر اوكي؟ طب بيجي حدا بحكيلي طب يا مس عملينا تفرع حاضر لو بدي اجي اعمل لك تفرع روحي ترسمت هاي شايف هاي نزلتها شايف الكربون رقم اربعة انا هاي كلها بدي اشيلها واحطها على الكاربون رقم تنين يا مس احكي عربي حاضر هاي الكاربون الاولى دا نزلها هي فيها محاطة متصلة برابطة ثنائية مع الكاربون رقم تنين هاي دا نزلها بعدين كاربون رقم اربعة شايف هاي الكاربون رقم اربعة كلها بدي اخدها وأخليها مرتبطة في الكاربو الرقم 2 هاي الأولى هاي الثانية هاي الثالثة أنا شلت أربعة ونزلتها مين ربطتها في الكاربو الرقم 2 حط الهيدروجينات هاي بحاجة لهيدروجينة لهيدروجينة هاي بحاجة لكم من هيدروجينة ولا لهيدروجينة ليه هاي واحدة تنتين تلاتة أربعة استقرت استقرت بحاجة أن ترتبط بهيدروجينات أبدا تعال لهاي واحد تنين تلاتة وهون واحد تنين تلاتة واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 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 هل هاي نفسهاي ابدا هون صار في عندي تفرع بطلت سلسلة مستمرة متصلة انا ببلش اعد من الجهة الاقرب للرابطة الثنائية بحل بلشت واحد لولتلك وين موقع الرابطة في عندك تحكي لعا الكاربون الاولى بالضبط هي بين الكاربون الاولى والكاربون رقم تنين انا مشيت عند الكاربون الاولى روحت على الكاربون التانية عند الكاربون التانية صار في عندي طرقين واحد لو قدام واحد للأسفل اذا هاي سلسلة شمالها سلسلة متفرعة شو هاي سلسلة متفرعة لاحظ الصيغ البنائية الثلاثة الموجودة قدامك هادول بيمثلوا عندي ثلاث متصاوغات للبيوتين إذن هاي واحد هاي تينين هاي إيش ثلاثة أوكي ماشي يا شباب يا صبايا طيب بيجي حدا بحكيلي طب يا ميس خلينا نعمل تفرع هون كيف ده تعمل تفرع هون؟ لو بدي أنزل ألعب الكربون الأولى لو بدي أشيلها كلها أحطها على الكربون الثانية كيف يامس؟ كبتالة هاي بدأنزلها كبتالة هون شايف هاي؟ دأنزلها هون هيوتها الكربون الأولى، هاي、 هايها بد أنزلها الأسفل هاي الكربون الثانية، هايها وبدي اعمل هون رابطة ثنائية الكاربون الثالثة هيها وهي الكاربون الرابعة ونزل وحط الهايدروجينات تركز باللي رسمته وهون بحاجة لهيدروجينة وهون لهيدروجينة وهون لثلاث هيدروجينات تركز باللي رسمته رسمت اشي مختلف انا رسمت تفرع ابدا تتذكر الحبل حبل هون كان عندي متصل مستمر حبل مستقيم لكن هالمرة انا الحبل انا ما غيرت في موقع الرابطة الثنائية موقع الرابطة الثنائية جاي بين الكاربون الثانية والثالثة وهون ايضا جاي هاي الاولى هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة بين الثانية والثالثة لكن أنا هذا الحبل شو سويت فيه طعشته نحو الأسفل هاي السلسلة المتصلة الكاربون هاي نزلتها للأسفل شو سويت في هاي الكاربون هاي نزلتها للأسفل هل كونت أنا متصاوغ جديد أبدا يلي رسمتها هون هاي هي تمثل أو نفس إيش الصيغة البنائية أعلى هي نفس الصيغة البنائية الثانية وهي لا تمثل متصاوغ جديد أوكي لو جيت مثلا عملت كالتالي عملت كالتالي هم أربع روابط كاربون جيت على الكاربون الأولى هاي وحطيت بينها وبين الكاربون الثاني هيك بعدين انزلت في الكاربون الثالثة بعدين جيت هيك في الكاربون الثالثة يا مسواضح حتى بدون ما أحط الهيدروجينات طلعا أنا غيرت صار في عندي تفرع أبدا لو كبرت الصورة هاي حتى قبل ما أحط الهيدروجينات هاي زيها زي مين زيها زي الأولى بالضبط هاي الكاربون الأولى هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة هاي أتني هاي الخط هاي الشارع الرئيسي أنا بمشي على الكاربون هيك مشيت لما أمشي هيك سلسلة مستمرة متصلة امشي على الأولى تعال على الأولى سلسلة مستمرة متصلة إذن هاي نفسها نفس مين نفسها نفس الأولى طبعا أنا عارفة بإنه لا يوجد لدي سوى ثلاث متصاوغات ألا وهي الأولى والثانية والثالثة أنا برسم متعمدة علشان أفرجيك إنه الموضوع بيجي بالمحاولات اوكي لاحظ أيضا هون الذرة لما حكينا عن الألكين على وهو لما حكينا على الإيثين لا يوجد عندي سوى صيغة بنائية واحدة لما حكينا على البروبين لا يوجد لدي سوى صيغة بنائية واحدة اوكي هون لما نحكي عن البيوتين طلع عندي كم من عدد التصاوغات التي يمكن رسمها ثلاثة إذن بس تنتج إنه اختلاف موقع الرابطة الثنائية في السلسلة بيشكل لدي متصاوغات وإنه في الألكين لما يزيد عندي عدد ذرات الكاربون عن ثلاث ذرات بيتشكل عندي التصاوغ اوكي خليني أكتب لك إياها هكي كملاحظة هون اختلاف موقع الرابطة الثنائية في السلاسل يشكل لدينا المتصاوغات في الألكين اوكي ماشي طيب هلا خير نشوف المادة كيف معروضة بالكتاب هون في عندي بيوتين احنا خلصنا لحديث بيوتين مطلوب منك كواجب كواجب أربعة بدي ترسم لي جميع متصاوغات البنتين اوكي البنتين أطلوب منك ترسم لي جميع متصاوغاتها هلا خير نشوف المادة كيف معروضة بالكتاب الألكينات صفحة ستين صفحة ستين معطيني الصياغ البنائية وكيف تركيب لوس لإلها يعني هون بيعرفنا الشكل العام للألكين انه انا في عندي رابطة ثنائية هون بيفرق لي انه كيف الرابطة هون هي أربع روابط أحادية محاطة بذرة الكاربون وكيف هون صار في عندي رابطة ثنائية صفحة واحد وستين بيحكيلي على تسمية الألكينات ماشي وانه أنا المقطع اين أنا بضيفه انزل تحت على الجدول صفحة واحد وستين نلاحظ بانه انا لا يوجد عندي نظير للميثان في الألكين لانه على الاقل يجب انه يكون في عندي ذرتين كاربون علشان يكون في عندي الكين انا بالميثان كم عدد ذرات الكاربون واحدة طبعا هذا الجدول هو نفسه شرحت لك اياه انا بلا شوي طيح نيجي صفحة تينين وستين تينين وستين افتح الكتاب وخطط معاي توصلت عدد ذرات الهيدروجين في الألكينات بيش يشكل ضعفيا في عدد ذرات الكاربون الصيغة العامة للمركبات في الألكين لا يوجد الكين مناظر للإيثان ليه؟ لانه تكوين رابطة ثنائية في الألكين يستدعي وجود ذرتين كاربون على الأقل وبالتالي فان الألكينات تبدأ من الإيثين أوكي؟ السؤال الأول السؤال الثاني حليته بالشرح ضع الصيغة العامة للألكين في النشاط نبين لي ذرة الصيغة البنائية للبروبين لاحظ بأنه بلش بالتسمية من الجهة الأقرب للرابطة الثنائية ولا يوجد لدي سوى صيغة بنائية واحدة للبروبين وهذا كما شرحته مسبقاً صفحة 63 هون كمان نفس الشيء لاحظ هون لو بدي أعد ذرة الوجود أو موقع الرابطة الثنائية من اليمين هو نفسه من الشمال أوكي؟ فعلشان هيك هدول التنين بيمثلوا تمثلان الصيغة البنائية شمالها؟ نفسها لو أجي أعد واحد تنين تلاتة لو أجي أعد من هون واحد تنين تلاتة إذن هدول بيمثلوا عندي نفس الصيغة البنائية آخر شي في عندي سؤال صفحة 63 بحكي لي أدرس الصيغة البنائية الآتية للبنتين معطيني أربعة أشكال بحكي لي أدرس الصيغة الآتية للبنتين وبين إذا كانت تمثل أربع متصاوغات مختلفة أم لا هذا وليس الم镀 وضعيه هيا الأولى هيا الثانية هيا الثالثة هيا الرابعة هيا الخامس فكرة ترقيم كتير بيسهل عليك الترقيم في الأول الثانية هتشوف هو الأساس في تسمية المركبات العضوية. هذا اليس ر شرت وه BR الاختفالت المركبات العضوية هل هى زي هى طبعاً الرابط الثنائية جاي موقعها وين؟ على الكاربون الأولى لاحظ هاي الرابطة الثنائية جاية بين الأولى وبين الثانية لو جيت هون الرابطة الثنائية جاية بين الأولى وجاية بين الثانية إذن هل هاي زي هاي هل هذول بيشكلوا متصاوغات أبدا الأولى نفسها الثانية بالضبط يعني حدا كتب لي هاي صح حدا كتب لي هاي صح حدا كتب للتنتين بأخذ علامة واحد لأنه التنتين نفس الصيغة طب ينزل عند الكاربوني هاي عند الرسمي هاي سمي لو جيت بدأ أسميها من هون واحد تنين ثلاثة حتكون الرابطة الثلائية موجودة على الكاربون الرقم ثلاثة طب لو جيت بدأ أسميها من الجهة الثانية من جهة نشمال رح تكون عندك التالي واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة من هون أفضل التسمية أقرب ذرة الكاربون ذرة ثلاثة الرابطة الثلائية موجودة على ذرة الكاربون الثانية بين الثانية وبين الثالثة ن Ан useful look at price again one two two three four five and if I Path again I目ed on the rename button if I Says I12 II II I observe this letter ثلاثة أنا سميت من الجهة الأقرب للرابطة الثلائية موجودة على كاربون رقم ثلاثة لحظ هون بين الثانية و الثالثة intuitives هؤلث هذون الثلاثة كبيرYe強uelle NAS I've beencomm iced تظهر لك كم عدد المتصاوغات عندي هون متصاوغين هاي och وهاي بيمثلوا عندي المتصاوغ الأول وهاي وهاي بيمثلوا عندي المتصاوغ الثاني بحكي للسؤال بين إذا كانت تمثل أربع متصاوغات مختلفة أم لا أكيد لا وشرحنا ليش نكون أنهينا الحديث عن الكينات حلو الواجب شباب وصبايا قدرسوا معي أول بأول مرة الماضية ربط منكم واجب وفي كتير ناس بعتت وكانت جدا مهتمة وفي كتير ناس حلها صحيح في ناس حلها صحيح لكن ناقص متصاوغ هاي الحل قدامك أنا كتير مبسوطة منكم لأنه في كتير ناس بتدرسوا مهتمة بالموضوع يعني يا دوب الفيديو بينزل على القناة بتبلش تبعتلي بالحل المادة سهلة ممتعة الفيديوهات واضحة يعني ما في حدا عنده حجة يا سيف أوكي يعطيكم ألف عافية نلتقي إن شاء الله المرة الجاي نحكي عن القائنات يعطيكم العافية بالتوفيق